من إعلام الزوجته يتعامل في إيه؟ يعني أنت مع العقاب ولا ضد العقاب؟ أنا مع العقاب ممكن أبقى ضد الحبس ولكن مع تغريمه أو مع عدم إلزام الزوج بعدم الزواج إلا بعد إبلاغ زوجته بحيث يبقى عندها الاختيار أن هي تكمل معه أو لا تكمل معه أي شيء هو في السر هو شيء غير شرعيان أنت تخبي لإما أنك لديك الشجاعة أن تعلمها وأن ترضى هي بهذا الوضع أو أن أنت يعني واخد بالحق الإخفاء هنا بعض الأحيان بيقول أن الزوجة الأولى بتفضل أن جزء يتجوز عور فيه أو في السر عشان ما يبقاش لا حقوق زيها يعني يفضل الزوج طول الوقت حاسنه بيعمل حاجة غلط فيحاول أنه هو يعني يدلحها شوية يرجع لصوابه طبعا إحنا أكتر ما حدث في المجتمع المصري خلال الأربعين سنة الأخيرة هو العودة لتقاليد الجواري ولزمن الجواري ولزمن البيع والشراء يعني هنا دي زوجة هي ترضى بأن تكون منتقصة الحقوق ولكن لا تعلم يعني حاجة في عملي وده نوع من أنواع خداع النفس أو نوع من أنواع الشراكة الاقتصادية ربما هذه الزوجة تريد الاستفادة الاقتصادية من زوجها ولكنها بكل تأكيد لا تعتد بكرامتها الإنسانية ولا تعتد بمعنى الزواج نفسه كمؤسسة مبنية نحن حاجة بنتجوز عشان نربي أبناء صالحين وعشان نساعد بعض في رحلة الحياة وعشان نكون سكن لبعض بس حلال برضو يعني التعدد حلال أنا ما أنا لا أفتي في الحلال والحرام لا يعني فكرة أن هي يعني هي بتقول لي إيه يعني هو لو تجوز ده بيهدد استقرار الأسرة نفسها هي فكرة بس لها تعرف أو ما تعرفش أنا بقى أنا شايف أن من حقها تعرف وبالتالي بقول لحضرتك رأي برضو في هذا بس ما يتحبس الرجل ما يتحبس أنا لا أرجح الحبس في خضية أحوال شخصية إنما ربما يغرم وربما كما الفلوس دي تروح لمن بقى لا ده موضوعي حتقده المشرع يعني ده موضوعي يعني ده موضوعي لا عادة فلوس الغرامات بتوجه لصناديق لا توجه يعني يعني مش تتروح للزوجة الأولى أنا لا أعتقد يعني مش قانوني ولكن لا أعتقد وبالتالي أنا ضد فكرة أنا ضد مع نشر الوعي مع تعليم السيدات تعالى لاتفاظ بكرمتهم يعني دي فكرتي يعني الأساسية يعني هو البعض بيقول يعني إذا حصل التعدد ومنها كان الله يرحمها دكتور عبلك كحلاوي كان ما بتشجعش الطلاقة تقول لا استحملي حاولي تصلاح من نفسك حيلف يلف ويرجعلك حفظي على ولادك وفي رأي تاني بيقولك لا يعني لو حصل ده لقى التطلقي ولمزت لو عن القدرة مدينة كاني بقى حضرتك برضو أن احنا بندور في نطاق طبقة اجتماعية موسيرة اللي هي الزوج يقدر يتعدد وبتاع الفقه يجب أن يهتم بمشاكل ملايين المسلمين احنا عندنا 100 مليون مصري فنقعد ان احنا عشان في الفضائيات وبتاع وبناخد فنتكلم في قضية بالكتير يعني 2-3 مليون هما اللي يقدروا يتعددوا وبتاع دي يعني هو أشوف بس في كتير بيعددهم مش بس المسرين بيلاقي برضو ناس مش لقي ان تكونوا بتجاوز أنا مش رجل دين انما قدر اقول ان انا دارس المجتمع والتعدد دخل لمصر وعاد الى مصر عاد الى مصر مع انتشار السلفية ومع انتشار الوهابية وابتدى يتقال ان دي سنة وابتدى يتم الترويج لثقافة التعدد وابتدى يبقى فيه صفحات سلفية بتدعو للتعدد متعرفش ايه المصلحة يعني كأنهم هياخدوا فلوس يعني لما يحصل تعدد وابتدى يبقى فيه مبررات بعضها بيحاول اصل الستات اكتر من الرجالة اصلا انا بقول لحضرتك وجهة نظري الاجتماعية المبنية على اطلاع على ثقافات مختلفة انا رجل مسلم انا شايف ان التعدد انتقاص من كرامة المرأة وعدم مساواة بين المرأة والرجل نعم